لكن لا زالوا يعانوا أيضا من نقص الوزن الشديد نتيجة إصابتهم يمكن بأمراض معينة بتحفرمهم من الاستفادة من الطاقة المكتسبة من الطعام إذن اليوم نسأل إيش أسباب النحافة وكيف يمكن أيضا العمل على زيادة الوزن لبعض الأشخاص اللي يعانوا من موضوع النحافة الزائدة بسعدنا يكون معنا الإجابة عن هذه الأسئلة أخصائي التغذية الأستاذ أسامة صباح الخير دكتور هلو سهلا صباح النور لحضرتك ومستمعين كرم شو أخبارك؟ والله الحمد لله قد ترى نحن نفسنا نشوفك ومتمنى لك الصحة الجيدة كان في أيام صعبة مرأة عليك نحن نتمنى لك صعبة أحسن كمان أكيد المشاهدين ومحبين بتابعوك يحبوا يطمنوا عليك الله يسألك الحمد لله نحن أولاد بلد بلد بلدنا نحن صامدين الصحة إن شاء الله مليحة تعرضت لعواعك الصحير مظبوط لفترة من شهر اثنين وأنا معا لكن الحمد لله الأمور مليحة دكتور دائما أنت عندك طاقة إيجابية فكمان يعني أنت لازم تريح حالك ضغط الشغل والتعب يمكن مرأة هذا المأحرجني كمان بقول ما أنت يعني هلأ بدنا نسمع لكلامك أو ما نسمعش لكلامك لا طبعا لا طبعا لا يعني بظل التوتر إحنا هذا عنصر الحياة أساسية هذا العامل البيئي ودان بيحكي عنه العامل البيئي بفوق أو بفوق العامل الوراثي في أي حالة مرضية يعني مش بالضرورة الواحد يكون عامل عنده عامل وراثي عشان سير عنده سكر أو ضغدام لكن العامل البيئي يكتب من نفس الوراثي وما عنده عامل بيئي يجب له عاملين بيئي ظروف الحياة وصعباتها أجل السلام عليكم ونحن دائما لك الصحة والعافية يا رب أكيد شكرا دكتور أشرائك في موضوعنا هناك ناس اللي يعانون من نحاف شديدة ويمكن في بعض الأحيان بيكون هذا الشيء دائم أو حتى لو باكل واجبات كثير بظلهم يعانون من نقص الوزن أكيد هذه مشكلة سوء التغذية ومنتشر كثير يعني الزايد أخو ناقص يعني كثير من الناس بالأسف الشديد غياب الوعي الصحي بشكل عام والوعي الغذائي بشكل خاص يدخل للناس في متاهات أنهم لا يستطيعون شخصهم حالهم لأنه مشكلة إذا لم تم تشخيص الحالة المرضية وأنا سسميها حالة مرضية لأن أمراض سوء التغذية حالات مرضية ليس فقط شكل وبنطلون ديئ وبنطلون بلوزة روسيعة فالمفروض هذه الأشياء بدأ تكون هناك اهتمام بها بشكل عام لأنه والمشكلة خلال مشاهدات ومقابلات للناس أو حتى أنا في سوق الخضار في أي محل أظهر للناس لا يعرفون أنهم يعانون من حالة مرضية يعني بالتحديد النصاحة الزايدة أو الزيادة الوزن أو النحافة الزايدة عندما أقولهم انتوا بلكم ثلاثة إلى خمسة كيلو معقولة هذا مزبوط أنا جيدنا من السماء أنا من زمان طب من زمان يفكرون لكن لا يصل لمرحلة أنهم يستشيرون يستشيرون دكتور حكاية أنه لا يمكن أن تكون حالة مرضية كيف نستطيع أن نميز بين أن هذا يكون الشيء طبيعي وممكن أن تكون حالة مرضية يعني مثلا النحافة الشديدة يمكن أن يكون هناك حالات مرضية في الأمعاء يعني في الامتصاص والطفاليات تجعل الواحد يأكل عن أربعة أو خمس أشخاص وبعدين يستفيدون يمكن أن يكون أنواع من الأمراض النفسية كما يسمونها مثلا القهن الغذائي أو الرقصة على سبيل المثال يشعرون يشعرون أنهم يشعرون عن الساعة يمكن أن يقوم على حالهم يكون مئتين من المنزل ويقول لأنها مرضية نفسية لكن عملياً تكون هذه مرضية نفسية نفسية يمكن أن نتحدث عن موضوع أنهم يشعرون لكنهم لا يشعرون موضوع موضوع مهمات في المجتمع فئة الأطفال وفئة المسنين المسنين لأن التغييرات الفيسيولوجية يحدث لهم قدرتهم تذوق الطعام يكونوا ضعيفة واللسان تقريباً المسؤول عن التذوق يكون ضعيفة أو المحت مثل كفة اليد يمكن أن يشعر أن الشم يكون ضعيفة إحساسهم في العطش أو شعورهم أنهم يكون قليل تغيير في السيولوجيا طبيعي يجب أن يكون أحداً يشعر بشعور الكاذب في الشبع مثلاً الشبس والشغلات الموالح لا يأكلون طوال النهار يأكلون شيئاً ليس مغزية وليس مفيدة أيضاً هناك فئة المراهقين التين أجرز يتبعون الجمالية والمانيكان والموديلز يفتكرون أن شكلهم يقلدوا المشاهير في كسم معين وطبعاً هذا الزخ الإعلامي الكبير سواء يدخلنا مشاكل سوء التغذية المشاهدات التلفزيون تجعل الناس يكبرون وطبعاً يمكن هذه الخطوط العريضة للموضوع الشهية ولكن هناك شخص مفتوحة دائماً هناك شخص يشعرون أنهم لا يشعرون لديهم تهريب يكون مشاكل أن يأكل النوعية المناسبة من الأكل يمشي أساسية مثلاً واجبة الإفطار هذه أهم الواجبات سواء مريض سكري الذي تفتح الشهية خلال نهار أيضاً يجعل عملية تمثيل قضاءة تشطل من الفترة الصباحية فأهم شيء تناول واجبة الإفطار من أهم الواجبات الآن نحيف يجب أن يهتم في واجبة الإفطار الناصح يجب أن يهتم في واجبة الإفطار المريض السكري يجب أن يهتم الثقافة السائدة أن الناس يشربون حتى يفطرون لكي يحبط الدواء ليس لأنه يجب أن يفطرون فهذا يجب أن تغيير المفهوم الناس عند أهمية تناول واجبة الإفطار وماذا؟ يعني لكل الأحوال وزنهم قليل ووزنهم زائد واجبة الإفطار مهمة لكي دائماً الناس تتناقش أنه قائز الواحد يضعف لا، وإذا يريد أن ينصح لا، يجب أن يأكل واجبة الإفطار هذا بما يخص موضوع الشهية أنه هناك مشكلة هل عن طريق نظام غذائي ممكن أن يسهل عملية فتح الشهية إلى الناس لا يوجد لهم لهفة على الأكل وهذا يقلل لتخفيف وزنهم طبعاً عندما تكون الدبابة باب البيت والقصف والاشتياحات لحال الشهية راحة يعني أقول دائماً العامل البيئي مهم جداً مثلاً الاهتمام في البيت تزيين الصفرة تلوين الطعام لونه يا ناس أكلكم العين تأكل العين تأكل تذهب إلى سؤول الخضار وماذا تذهب إلى الفترة الصباحية ترى الخضارة تنزل الجزرة ترى الخضارة لا تكون ناشفة حالياً عندما ترى الكمل هائل من الخضار بألوانها المختلفة الكمل هائل من الفاكهة بألوانها المختلفة بالمناسبة بعض الألوان لها دور الألوان الصفرة فاتحة للشهية أي شيء أصفر من الموز للبيتشيز للقاقة بشكل حتى لو كانت ملبوسات صفرة شرشة بطاولة بوستر مثلاً لوحة مشاهدة الألوان الصفر باستمرار بالمناسبة نصيحة لذلك أدوات الأكل الصحون تكون فيها لون الأصفر داخل بلوزة لبسة معينة تفتح الشهية حسناً دكتور دكتور دعونا نتحدث عن الوجبات بشكل طبيعي هل مناسب للناس الذين يريدون وزنهم نزيد عدد الوجبات أو نكتر كميات نفسها؟ أيضاً تعدد الوجبات مهمة لذلك ينصح ينصح لكنه مع فارق النوعية الوجبة الأبطار مهمة تجعل الصبح يأكل الساعة 10 والفطور في البيت خلال ساعة من الاستيقاظ ليس أن يصحل الساعة السبعة ويفطر الساعة 12 وفي الأول ساعة من الوقت في معدل الساعة من الصحيان تعدد الوجبات لأنه يفطر الصبح يأكل الساعة 10 وما يفطر الصبح يتغيب الشمس ويستغل في الأكل ما نتناول في الغذاء؟ من الأشياء المشروفات مثل البابونج المرمية الزهورات هذه فاتحة للشهية قبل الفطور مثلا بعد الفطور اعتمادنا على المياه الغازية عسبين مثلا القهوة الشاي منبهات تجعل الإنسان معصبا الفطور الجماعية عندما تجد أهل البيت لا يأكلوا مع بعض هذه الأشياء أنا أحب أن نرجع لها كان الناس تفطر مع بعض تغذر مع بعض تعشى مع بعض اليوم يعني تجد شيء في البيت لحال الواحد يبدأ يأكل يأكل إذن هذه الأمور تأثير تفكر أنه لا يأكلها تأثير هذا مهم جدا أن الواحد يأكل بشكل جماعي الموضوع الذي يحفز الناس هناك أشخاص ينصحون من المناطق معينة بمعنى أنهم يشعرون أنهم يضعف في أديهم بشكل كبير أو حتى في منطقة الخسر سواء ذكور أو إناث هل هذا علاقة بطبيعة المعاد أو بنظامنا الغذائي أو هذا كل جسم يستقبله بطريقة مختلفة يعني الناس يعرف أنه يظل نايم على جهة اليمين تنصح عن الشماء وأنه لا يوجد حركة المفروض أنه بشكل عام الإنسان يتناول الغذاء الصحي الغذاء المتوازن لا ننسى أهمية النشاط الجسماني لأن الكتلة العضلية لكي تنمو يريدها تمارين يعني من غير تمارين العضلات يصبح أترك أو ضمور فبالتالي يساعد في أن النحافة الزايدة فالتمارين مهمة حيث ينصح في منطقة معينة من الجسم يمكن أن يكتر أو يقوي إلى الكتلة العضلية في هذه المنطقة في الجسم عن طريق الشد يمكن أن يدفع الحيط تمارين دياضية تمارين معينة يجروا يحمل وزن معين ينمع الكتلة العضلية عند الأطراف القفز الموضعي المشي نحب أن نلتزم من مبدأ المشي المشي من أجل المشي عندما نقول أنه أحد العوامل الوقاية من هشاشة لأعظام المشي النشاط الجسماني مهم جدا مكمل للنظام الغذائي بعملية العضلية أكيد نمط حياء بشكل عام في نفس الوقت العضلية كما يقول أن الناس لهم كارشة لا يكونوا ضعاف يدخلهم سمنة التفاحة التي تأثر على البطن وعلى العضل والشرايين المفروض لأن الإنسان نحن نعتمد على أن أعداد لفترات طويلة أولا المكتب مثلا يأكل واجبة طول النهار يشرب سطل ماء بعد الأكل مباشرة مع ارتخاء عضلة البطن يصبح الكارش وهو أصلا إجريه وإيديه يكونوا مثل مصوصة بين قوسين ضعيف أيضا النمط الحياء الغلط يجب أن يحدث يمكن أن يحدث الكارش عملياً في هذه الحالة للضعاف لأن يحدث لأن ترحل في عضلة البطن لا يكون مرضا دهون هذا بالمناسبة ينبه الأهمية التي تفعلها تمرين البطن وهو المعدة الناس يفكرون أنها شطارة وأننا 55 مرة إلى 70 مرة العضل تكفر يصبح عجل الشكل ثم يتوزن ثم بعد فترة لأننا لا نفعل التمرين بشكل منتظم يجب أن العضلة رهرتت هي ليست دهنية هي عضلة مصر أيضا يجب أن يتنبهوا لها فحيّرتنا الحل أن نلتزم بالتمرين بشكل مستمر وإذا نقفنا سنخسر لكي أريحكم أعطوا الخبز لخبازل وأخذ نصييج وعنده على عيادة نعطيب إشراف طبي التغذوي سنسألك عن هذا الموضوع نسألك أين نصل إلى مرحلة كثير من الأخبار والدراسات التي تنتشر عن ماذا وشبات غذائية محددة يمكن أن يأكلها لكي ينصحوا بمعنى أن التمر والحليب موز والحليب أنواع كوكتيرات معينة وهنا يمكن أن أسألك عن أنواع محددة هل يمكن أن تتحدث لنا بعض الوشبات الصحية التي فيها أخذ كالوريز نوعاً ما مقبول وعالية لا أشخاص أيضاً أن يكون في يومهم يوزعوها بشكل صحي وطبيعي ما يمكن أن تكون مكوناتها لكي نعزز هذه المعلومة التمر والحليب الحلويات المكسرات الحليب الشوكولاتة يمكن أن تتحدث أيضاً هذا ما بين الوشبات دعونا نعتمدها حسناً يفضل عندما أقول الوشبات أنا أقول فطور غدا عشاء تقريباً نوزع وقتهم من الساعة لا يصحوا لغاية ما يناموا ثلاثة ساعات أفضل الساعة السبعة مثلاً بين الوشبات ممكن أن اللبن اليوم في أشكاله ألوانه بالفراولة بالموز بالبيتشيز بالأشياء ملون كمان هذه تأخذ بين الوشبات ومن الحلويات يركز على التمر على جوز الهند يعني من دون الحلويات الثانية هناك شيء نسميه قبل وشبة الإفطار يأخذ مثلاً كاسة حلبة كاسة بابونج قبل أي وجبة هذه فاتحة الشهية حبة البركة مثلاً هو السمسم الأسود الإزحى المسميات هذه المسميات فاتحة الشهية يمكن أن يسفل كما شئة بودرة كاسة ماء قبل أن يأكل ثلث ونصف ساعة فاتحة الشهية ممكن أيضاً للأطفال لا يمكن للأطفال ممكن للأطفال حلو أنه قبل أن يناموا يشربوا كاسة الحبة البركة يغلوها يحلوها بمعلاقتين عسل قبل النوم يصبح الواحد له نفسه يأكل لا يصدق الناس يناموا لكي يصحوا لكي يفطروا يجربوها الآن الوجبة مثلاً يكون فيه تنويع يكون فيها شوية خضار لكنه ليس ضرورة كمية كبيرة لأنه ينصح كمية خضرة قليلة الذي يضع فيها كمية خضرة كبيرة لأن الخضار مادة شبعة لكن الألياف والحركة مهمة للجسم يكون فيها الحليب يكون فيها مثلاً يسميها البطاطا المفركة بيضة مع بطاطا بيض وبطاطا دعنا نقول الأشياء الدسمة الدسمة بين قصين لا تحفظ عليها صحيح لكن الأهم إنسان عود نفسه لو بدأ بلؤم أمتين خمس ست سبعة تيام عشر تيام يصبح يفطر لأنه إذا أكل أخناس يمكن أن يأكل شيء يستفرغ ويصبح لهذا الأكل لا ينظر على الطفل لا ينظر على الإنسان ما يأكل؟ وهذا ما أسألك يعني الناس التي تنصح تفكر أنه لا يوجد قواعد لدينا من ناحية الصحية نحن ننصح فنأكل مهبة ودب كما أقول وأنه هناك ناس دائما ينصح بأنه لا يكون واجبات بعد الساعة سبعة سواء للناس التي تنصح أو للناس التي تضعف لأن هذا النظام الصحي لا يجب أن تأكل في ساعات أخرى كيف يمكن أن تطبق هذا للتحدث عن الناس الذين يزيدوا وزن؟ هل يمكن أن يأكلوا واجبة صحية نوعا ما دسمة لا تحفظ عليها كما قلت أن تكون صحية بساعات متأخرة لكي يكسبوا أنه لا يتحرك كثيرا بعدها فممكن جسمهم ينطص هذه المواد الغذائية ما يأكل؟ يعني نقول تعشى وتمشى يعني لا أحد يأكل في كل الأحوال يعني واجبة العشة ممكن تكون واجبة الغداء تتكرر مرتين يعني مثلا لا نأكل سمك السمك مفيد ممكن مرتين ثلاثة من نهار ممكن أن تكون على سبيل المثال هي أحسن أنواع تقريبا تنحط مع خضرة تعبجات ممكن تغدوا ويتعشوا منها أهم في تنظيم الواجبات النمط الحياة يعني أنه ما نأكله مع السريع والله يعني لا يوجد عذر أن الواحد لا يأكل معه العصرونية مثلا ممكن مكسرات يعني أيضا من الأشياء المهمة جدا تعطي طاقة للجسم يتنشط خلايا الجسم وتتخلي عميسة تمثيل غذائي ميحة يعني بدلا من أن يكون هناك نوع من البلادة بشكل عام الجسم يشطل الضعيف ينصح لأنه شهيتة تحسنت على الأكل نقول أيضا أنه رأفتاً بالموظفين يا مدراء أنه لا تسكروا منافسهم يعني لأنه يكون التواصل الميحة لأننا دائما الإنسان نفطر الصباح السوركيات من تهدية تكون هادية الأفطور يفطر شيء يتوفر في البيت بيض بروتينات خبز هناك مهمة من الأهم أسألة سريعة إذا ذكرت أن هناك مرات يكون مشكلة في إمتصاص عملياً المواد الغذائية هل يمكن أن تعتقد أن طريقة المضغ أو السرعة أو البطء في المضغ يمكن أن يؤثر على كيف الجسم يمتص المواد الغذائية؟ طبعاً أولاً نقول للناس يعمل فحوصات بشكل عام يجب عليهم مقاياة يجب عليهم يجب عليهم مرضى السكري يجب عليهم مرض معين ضعف الدم الضعف الدم أيضاً يجب عليهم يجب عليهم فحوصات يجب عليهم فحوصات يجب عليهم بشكل عام يجب عليهم يجب عليهم يجب عليهم يمكن أن يكون لديهم مشاكل مزمن أين يصل إلى هذه المرحلة؟ أين يجب عليك أن يجب عليهم طبيب مختص أو أخصائي إذا كان يغاني من نقص سافة الوزن؟